ده احمد المدسر احمد المدسر ده ضاع دراعه بسبب فتاة مصرية كان واقف محطة قطر شاف فتاة مصرية راح انقذها وبسبب ان هو راح انقذها واللحقها دراعه اتقطع دراعه اتقطع عيب على المصريين وعيب على السودانيين اللي بيغلطوا في بعض عشان مبارات كورة قدم ما تنسوش ان احنا اخوة واشقاء ولا يقول غير جدا ولا يعلق يقول الكلام غير دوت دوت هنعتبره ولا سوداني ولا مصري وهنعتبره ان هو طرف ثالث عايز ولا عن وضوع ما بيننا هنفضل اخوات واشقاء ونسمع الآل كريمة بتقول ايه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم واتبوا الله لعلكم ترحمون سوش اشتركوا في القناة سورة المشجع الاهلاوي اللي ظهرت فيه مبارات للأهل وابر وزل الاهل فاسفية اثنين واحد وحصل على كأس مصر للمرة التمانية والثلاثين فيه بطولة كأس مصر طبعا السورة نزلت السورة نزلت على سوشيا ميديا والرائف الدنيا وقالت الشاب دوت عمل حلقان كبير جدا فيه فريق الهليل السوداني ومش عارف ايه وقاعدوا يخبطوا يعملوا يا جماعة ديت يعني اللي عمل كده يعني بيهزر ده بيهزر وبيضحك عارف الاشقاء السودانيين بيحبوا الهزار والضحكوا ومش عارف ايه فمنزل سورة اللي هي قدامكو دلوقات ديت مكتوب عليها اه شكرا قطر الطاهر اه 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 وزي ما انتم شفتم كده ويشكرونه مش عارف ايه عشان ايه بقى الناس طبعا نفسي ناسة متعرفش السورة دي معناها ايه اصلا لان فيه ناس متتهمش في الكرة اساسا متعرفش في الكرة ومتتركش على الكرة ليه كانت المباراة بين الاهلي وعزرة بين الهيل السوداني وستندوذ وقطر الطاهر لو جاب الكرة اه الهلال هيوصل للدور الثمانية اه لو ضعت هيلاعب الاهلي في مباراة فاصلة في القاهرة والاهلي طبعا زي ما انتم عارفين كسب الهلال المورتشي اللي بعديه على طول التلازف لو المباراة كانت دخلت اللي هو شاطيكورة بتاع دربة الجزاء دي اتهر الطاهر لو جاب كان الهلال السوداني هو اللي هيوصل والاهلي اللي هتقال له باي 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 لكن اتهر الطاهر طبعا قال لك لا ازاي انا عايز الاهلي يسعى فطرق شاطيكورة اه صدها حالس مرمو سندلاونز عشان كده جمهور الاه النهاردة في مباراة برمزل الاهلي خاد فيها كاس مصر للمرة الثمانية وتراتين اه رفع اه يفطر يقولوا فيها شكرا يا اطهر الطاهر و اه اه رسالة حب من جمهور الاهلي لاتهر الطاهر و احنا فعلا بنشكره لان بجد بجد بجميل احنا مش الانساء ابدا لاتهر الطاهر و يا رماعة يا ريت يعني المشرجعين الاهلالين يعني خلاص بقى يعني دي كورة وقت عصبية كورة و مش عالف ايه فخلاص يعني احنا مش نقدل تروع مرينة الخنيق مع بعض عشان كورة وكلام د اه انا عارف اكتر فريد الوقتي يتمنى خسارة الاهلي امام الرجاء هو الهلال السوداني حقك وبرحتك يتمنى الاهلي يخسر الاهلي لو خسر هنقول له مش شكرا للاهلي وهنقول مبروك للرجاء حقك وانت قول اللي انت عايز بقود بس بدون انك ادب بدون بعصبية من الفريقين يعني اه جمهور الاهلي غلط في الهلال السوداني هنا في مصر بس طبعا ده رد فعل ان اللي حصل فيه السودان واللي قبل كده برضو حصلت قبل كده برضو نفس الموضوع الهلال السوداني تعاد على عيات الاه الاهلي وقاميرات مسورة وكل حاجة يعني الحاجات دي كلها اه رد فعل من جمهور الاهلي فتمنى ان الموضوع خلاص يعدي والموضوع مش مستاهل والله احنا قلنا اشقاء وقلنا بنحيب بعض والصورة اللي هي بتاعة المشجع ديها بيهزر وانتو عارفين الشعار المصر بيحب يهزر وبينكت ومش عارف ايه شكرا ومش شكرا زي ما انتو عارفين انه هاردة طبعا النادي الاهلي فاز على الهدفين اتنين واحد احرز الاهداف كان النادي الاهلي اه بحمود كهربا ويه اه فو وهدف الفوز واترد وكان هيغرى الاهلي الحمد لله ان هي كانت فضل الاربع داية بس على المطش والحمد لله ان هي كمان ما خانتش من جوه المنطقة كان الاهلي خرج لو لعب دربات الجزاء كانت الاهلي كانت خلاص اعصبها بازت وكان انا متهالي كده للمز كان ممكن يجيب التالت كمان قبل دربات الجزاء لو اه كانت من جوه المنطقة طاعت لعبة محمد عبد المانع من احنا كلنا عارفنا. الف مبروك لنادي الاهلي واتمنى من جمهور الهيال السوداني هدوا اللعب شوية عشان خلاص انتو كده كده خ والاهلي وصل وان شاء الله السنة جاي تحاولوا وتوصلوا وما توصلوا مع الاهلي والاهلي خرجتكم تاني. شوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.